ايه؟ ايه؟ وشك اتغيل ليه؟ انا عالفه؟ واحد محامي بيقول ان اسمه فرسل مانوشي وان عايز يشوفني وما الليش عايز يشوفني ليه؟ اكيد الموضوع فيه هند هو كل حاجة جدا فيها هائنا؟ اكيد اكيد عمي عمل عملة مطينا بطين قبل ما يموت وده المحامي اللي كان بيدفع عنه وجايد الوقت يطلب زينا اتعاد ولا يكونش ده محامي الخسمه جاي يطلب التعويض من الورصة اللي هم احنا؟ على نقي حاليا مووره كنت ايه لي جابك هنا اعرف كده عجز مفايز مدرويشي ايه كده اني مدح بليلو اللي انو عايش شفتيني النهاردة ادعى بالدوء الله ايه ده رابس الكلام حصل معايا عايش شوفني النهاردة بطبع الضوء ايه هتكون يا مبلوحكت هنا قبل كده بطلقت من موظيفة ولا حاجة ببسو انت ليه بتجرحني كده اه اه انا الشغل في مكتب ده انت عارف انا راجل شغال حلاء زي الفولب اه 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 من حق فكرتريكي قولي على العلم البحيط بتاعك عايز اجحنا عندك لا انا تعمش نفسك خلاص اتقفلي جبت الظرف او ممضوح اعبد ان انا جبت الظرف ولا حاجة انا كنت نازل بقصة جديدة اسمها قصة العصفور المبلول بس للأسف الزبال كلهم بتطاروا مني المهم يخافينا في الموضوع ده يمكن المحامي ده سمع بالقصة جديدة وجايبني هنا عشان اقصره السلام عليك يا فالح يا زكي يا نبي ياللي مفيش منك طب هو جايبني انا ليه؟ يعني عشان تشغل ومساعد معاى يعني نفس انا اشتغل ومساعد حلاء مع واحدة اقضى عفاية مش كلا ان السكرتير ايطلع اجلس تناني لغاية ماكوش اقول المحامي مش عارف تقرط ليه هيه هي مغالقة بوا كتير انا ليه لا بتاع ساعة ونص ايه 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 هنشوف تكفينا بليه كده باما انتي حضرتك ليك حقا تنسى تشعيش ده انا جاي هنا من ساعة ونص قاعد انا مش فكرة حبك خلص انا اقول لحضرتك انا افكرك انا جيتلك من ساعة ونص بقى مرة ما حضرتك كنت قاعدة هنا في حلقة القرص بقى ورتلك كفانجم الاستاذ فالس عاوزني يقول لي طب اتريزها حينه بالضبط كده دلات مخش اقوله انا عمقدي كله ده وفارس مين انا هل سويد انتنسيت اسم المحمد اللي بتشتغلي عنده؟ اه 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 اللي بشتغل عنه اه 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 بلغتين انا موجود مت هيا لي كده تالك لا اتروع طلو فين ده كده حلو عطلو اشبوع اتروح والجين يا قديرك كنت ساد انا خافع بس اكيد كل اللي كده اعدام جربت عامله مع المحمده بس امش ازاي لا اه اعمق انا ما صفعت ايد انا فالبيلع فعيبي لا انا مش ماشي من هنا انا انا ما اعرف المحمد اسمه فارس ده عاودني ليه وانا جاي انا ده اساسة انت بش ملاحظ ان الراجل ده ارفان من انا متساعد متخلم ملاحظ ده بس انا مش هتحرك من هنا انا ما اعرف الراجل ده عايزنا ليه وارفان من انا كده ليه شاطر طب ما تنقوشوا كده انك ام اهل открыتك اهلعم وسهلا بحضرتك ندي احنا جاين اهو مش اه اه فارس حضرتك أه، حلو قوي، ومش سيادتك وقتلين الحديجة هنا في مكتبك النهاردة بعد الضوء؟ أه، لو سمحت فنم، احنا مش عايزين نضايع وقت كفاية اللي حصلنا من الستة الحيزابونة اللي عادة مرة دي حيزابونة؟ أيها فنم، الستة الحديجة ما عادها برا على مكتب السكرتارياللي عاملة زي تك 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 تك؟ تك تك؟ مكتب مين؟ دي ركنة الرصيف، ممربطة اللي رايح واللي جاي، دي مكتلتنا جدا، إيه؟ أنت معينها إيه؟ ملكة جمال الزكايمر؟ الزكايمر؟ ممنوح، هكون واضح إن فانس بيه بداية جدا لما حد يتكلم على السكرتارياللي عاملة السكرتارياللي؟ جرابش مهندس، مطهير، اتحدث، حدث نفسك يعني، أتلك قزة كده، السكرتاريالليسة عزينة يا أستاذ دي مش مجرد سكرتارياللي؟ طبماً، إيه دي يا فنم؟ دي بقى لها سبعة وأربعين سنة امراضية؟ موضوع محاسس ألا كانت كنت حاجس، ألني حاجس، أنا دايماً كنت أقول الرجل عظيم، ووراها كل رجل عظيم أمراضة عظيم عش كنه بس افدلتش كنه بس 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 بيهايلة فعلا يا حددك مش فاهمة هي مين ولا حدودك ايه بالضبط لكن استقبلت استقبالي هايلة يا صدق ده بلق ايه رقمنا اكتر من اول هو حددك مش ناوي تتعطف علينا باي كلام بالي كتير بدور عليكم لان عارف ان عموكم عماشا ملوش ورسا غيركم هو الموضوع يخص عن منع ماشا قدل خايف قدل كنت خايف منه فعلا وعمل حسابه على ملاطة كده يا فالس بي احنا معناش فلوس لتفعل اي ديانة انا يرحمه وكان طول عمر يكلمنا عنكم وحضر الله كنت المحايفة بتاعهم ما تعرفوش كب يكرهكم ايه اه 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 كده ضايب يا سيدي الله يرحمه بقى كان عايز يمسك في زمارة لقابتكم خصوصا عم ميمون اصله كان فاكر النكعة اقفو جنبه في مرضه الاخير لكن طلعتو اندال كالعادة اه كابتن فالس مفيش داعي لنتهزيه داعي داعي ايه 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 صحيح مفيش داعي اه ايه 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 حباك تقولنا احنا موقعين هنا ليه؟ او نمش في الزوكات عموكم قبل ما يموت طلبنا علشان اكتب له وسيطه لكن القدر ما امهلوش مات قبل ما وصلنه لكن انا كنت عارف حيوصب ايه كان عايز يواصب ايه كان عايز اتبرع من كل صروته للجماعات الخيرية عشان يحرمكم منها صروة مين يا عم؟ الصروة يا انا ده عمي مات وهو مشاكك بنتوب الارض تعالوا معاي حضرتك اندل وشوفت ده يا انا اللي عايزين مننا فلوس قد ايه بتاع الجبنة وبتاع العيش وبتاع اللبن بتاع الشويفنا وبتاع البيتزا عموكو كان بيشكك عشان محدش يعرف انه معاه فلوس ويطمع فيه فلوس؟ وجابها منين الفلوس دي؟ ورث سبعمائة الف جنيه من خاله اللي كان قاعد بره ما كانش عنده اولاد عشان كده كان هو وريسه معه الله 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 والحكاة دي حصلت امتى؟ من تسع سنين وعموكو محتفظ بالسر لدي يعني يعني احنا ورسنا برؤونك العماشة سبعمائة الف جنيه لا عموكو من اربع سنين اشترى بالفلوس دي حدة ارض في ست امتوبر تمنها دلوقتي اتنين مليون جنيه اتنين مليون جنيه اتنين مليون جنيه ايوه اتنين مليون جنيه يعني كل واحد فيكم هيلهاف له مليون جنيه انا عارف انكم متستهلوش حتى مليون مليم بس تقولوا ايه بقى؟ ارزاق اتنين